اشتركوا في القناة من النجوم وكواكب السماء نسافر معهم نطرق ابواب النهار لنحصد معا حصاد الايام اشتركوا في القناة الدكتور صالح لهجيري فلكي اول كويتي يحصل على الدكتوراه الفخرية في علم الميقات ولد في منطقة القبلة عام 1921 للميلاد بدأ مراحل تعليمه بكتاب والده ثم التحق بالمدرسة المباركية تم تعينه وزملائه فور تخرجهم بالتدريس في المدرسة الشرقية عام 1941 شغف منذ صغره بعلم الفلك بدأ في وضع جداول التقويم عام 1934 للميلاد درس علم المربع المجيب على يد الاستاذ عبد الرحمن قاسم الحجي سافر الى مصر طالبا لقاء مؤلف كتاب الزيج المصري درس في القاهرة في مدرسة الادب والعلوم بجامعة الملك فؤاد الاول فكر في انشاء مركز فلكي في المنطقة التي تقع على خط عرض شمالي 30 وفي اوائل الستينات بدأ في انشائه على نفقته الخاصة في عام 1980 قام سمو امير البلاد بتكليف النادي العلمي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتكريم العالم الكبير والمرب العظيم اقيم مرصد فلكي باسمه هو مرصد لعجيري وقام الامير بافتتاحه منحته كلية العلم بجامعة الكويت الدكتوراه الفخرية عام 1981 حصل على قلادة مجلس التعاون الخليجي باحسن من خدم في مجال العلم اهلا بكم يسرنا في هذه الحلقة ان نستضيف رجلا من رجالات الكويت رجلا ينتظره الكويتيون بفارغ الصبر كمصدر موثوق للمعلومة ينتظر الكويتيون في مناسبات عدة قبل رمضان وقبل العيد وفي بعض المناسبات الاخرى انه الفلكي الشهير الدكتور صالح العجيري سعداء جدا بان نلتقي بالدكتور صالح دكتور صالح مساك الله الخير وسعداء جدا سعداء الخير اهلا وسأل نحيحلها بكم الله يسلمك الحقيقة يعني يعني شهرتك بلغت الافاق سواء في الكويت او خارج الكويت لكن كيف تنبأت او كيف اكتشفت انك قادر على تنبؤ بذلك ايه قبل كل شيء اريد اذكر اسمي الكامل لانه احيانا يحصل فيه خلط اسمي الكامل صالح محمد صالح عبد عزيز العجيري نعم مما والده الكويت الحي القبلي سنة 1921 درست اول ما درست في مدرسة والدي كان والدي عند مدرسة من سنة 1920 الى 1930 اسمها تربية الاطفال وانا كنت صغير السن ودرست وانا طفل في تلك المدرسة والدي ارسلني وانا صغير السن عمر 12 سنة تقريبا الى البادية الى قبيلة الرشايدة في مكان اسمه رحية غرب جنوب الجهراء لأتعلم الرماية والفروسية والحياة الخشنة نعم وإكرام الضيف وإلى ذلك عند هؤلاء اكتشفت انني اولية نزعة في علم الفلك واعتبر ان اول درس اخذته عند هؤلاء عند جماعة او قبيلة الرشايدة لان كان فيه صحراء فبهرتني الصحراء بجمالها وجلالها والشمس والنجوم والقمر وكان الفصل ربيعا مزدهرا نعم فتعلمت منهم كيف اعرف الجهات الاربع عن طريق النجوم عن طريق النجوم واذا كانت السماء غايمة نستطيع ان نعرف الجهات الاربع ايضا من غير النجوم من اتجاه الكثبان الرملية ومن التموجات التي على الرمال التي تحدثها الرياح نعم ومن كل شجيرة صغيرة في الصحراء او حجر يكون في اسفله مثلث من الرمال الناعمة هذا الاتجاه يكون عادة من الشمال الى الجنوب واذا عرفنا الشمال والجنوب عرفنا الشرف وعرفنا الغرب فاعتبرت انا هذا هو اول درس لي في الملفلك هذا اول اكتشافي والنزعتي في الملفلك والدي ايضا وخصص لي لانه كان مدرس ويحب ان يعتني في تربيتي خصص لي مدرسين خصوصيين في علم الفرايض اللي هو المواريث وفي علم الفقه وفي علم النحو والصرف فمنذ صغري وانا ادرس هذه العلوم هذه العلوم تشمل شيئا او تحتم ان يكون دارس لهذه العلوم ملم ايضا بالفلك فمثلا مواقية الصلاة اللي هي من العلوم الدينية تحتاج الى فلك يعرف المواقية الصلاة والاهلة لاجل رمضان والاجل العيد والمواسم الاخرى الاسلامية فمن هذا المنطلق بدأت يعني تتكون لانا عندي حصيلة مثل علم الفلك ثم تطور الامر الى ان التقيت بمرحوم عبد الرحمن الحجي اخو ملا يوسف الحجي كان قد ذهب الى الحجاز وانا لا اعرف هل هو ذهب الى التجارة او لطلب العلم لكنه رجع من الحجاز وقد درس على آل النبهاني آل النبهاني حجازيون لكن اظن انهم من البحرين اسماءهم تدل على انهم اصلهم من البحرين لانه حمد خليفة هذه من اسماء البحرين من اسماء الحجاز لكنهم حجازيون ولهم اطلاع في علم الفلك وعلم مصطلح الحديث والفق والتاريخ ايضا فعبد الرحمن الحجي رحمة الله عليه درس عندهم علم الربع المجيب وهو آلة اسلامية قديمة منسوبة الى خوارزم في بدايتها هذه الآلة الاسلامية هي عبارة عن أداة مسح وتوقيت يعني نستطيع أن نمسح فيها نعرف مثلا عمق البير نعرف مثلا اتساع النهر نعرف ارتفاع الجبل نعرف ماقية الصلاة الفجر والشروق والظهور والعصر والمغرب والعشاء نعرف بها الساعة كم الآن من الشمس ولها يعني فوائد كثيرة واستعمالات عديدة نعم هذه من الأمور أو الأشياء التي درستها في بداية تعلق في علم الفلك ثم بعد ذلك درست أنا في الواقع خلط في بداية أهدي لأنه ليس هناك كتب ولا معدات فلكية ولا مدارس فلكية فخلط بين علوم ثلاثة ولا زلت أخلط بينها إلى اليوم وهي علم الفلك علم التنجيم علم الأرصاد الجوي أنا كنت في الماضي وأنا صغير كنت أظنها علم واحد لذلك أنا يعني اشتغلت أقول أني اشتغلت في فترة وأنا صغير وأنا يافع في علم التنجيم و من ذلك أنني كنت أعتبر كنت في ذاك الوقت أعتبر طبيبا لأنني كنت أداوي الضرس نأخذ الورقة مالت الكاغد مالت الجقائر أول كان الجقائر ميض جاهزة ورقة خفيفة يوضع فيها التتن التنباك وتلف ويشرب نأخذ الورقة الصغيرة وأكتب فيها أم رب عال مال مات 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 ثم أطلب من المريض أن يأخذ الورقة الصغيرة ويضعها في خن والدرس هل هذا طلسم أم هذا هل هذا طلسم طلسم أنا كنت يعني في ذاك الوقت هذه حد إدراكي فنضعها في سن في درس المريض في يوشفا طبعا بالإيحاء يمكن في واحد أنا كنت وأنا صغير شوية عندي بعض ذكاء نعم يعني واحد قال أنا والله ما في درسي ما في خرم قلت له حط الورقة على إذنك إن كان على اليمين درسك حط على إذنك اليمين وإن كان زرتك اليسار حط على اليسار طلعت أيضا على كتاب من الكتب وإلا فيه طريقة لمساعدة المقارة المتأسرة في الولادة لسهولة ولادتها نعم هو بيت شعر لكن يكتب بطريقة زخرفية فشقله من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نكتبها أرباع بالزوايا وبعدين هذا للصحابي حسان بن فتاة وتضعها المرأة تربطها على فخذها وتتيسر ولادتها هذا جعل اشتهر بهذا بالفلك وبهذه الناحية الطبية واحد من جيران أول كان البضايع التجارية لا تحمل على غانيت أو لوريات كانت تحمل على خيل يسمي خيل يسمي كديش قوي يوضع كسين كذا ويربط فيها بالحبل ويوضع الثالث بالوسط هذه التجار يعني يودون البضايع والتجار ويجبونها من الجمر ومن المخازن بهذه الطريقة واحد من جيراننا عنده كديش ويشتقل في هذا عادة اللي يعملون على الكديش يكونون رجال أشداء غياء يعني نشيل كيس السكر أو كيس شعير أو كيس ينام جدا عنده حصان في البيت وبما أنه يعلف الحصان شعير تكون عنده في البيت قرية نمل ما شاء الله أي استاذة من النمل بالليل قال الحصان ما ينام وهم أيضا ما ينامون ما يستطيعون ينامون ففي الدوانية صار يشكوح على الأصحاب في الدوانية قالوا له ما يشوف صالح الأجيري يقدر يفكك منها يسوي كذا ويسوي كذا وقالوا لأشياء كثيرة 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 يدخلوا في فكرة ما كانت موجودة بس هما يدخلوا في فكرة شديدة أو خيل لهم هالشكل فجعني قال أنا عندي نملة في البيت أريد قلت له أنا والله ما أعرف حق طبيب ولادة وطبيب أسنع أنا ما ما أعرف طريقة لإزالة النملة والله شدد علي قال لي لا يقولون أنك يقولون تمشي مع صبيل مباريش وأنت تمشي القمر يمشي معاك صح أي واحد يمشي لأنه بس أهبل قلت له شوف القمر يمشي معاي فأخذوها أساس أنا القمر قالوا بعد قال لي بعد قلت شنه لأنه يقولوا عندك عصات تروح البحر أشبه بعصى موسى وترجع وكان أول في صور وفي دروازة ومرة راحت البحر ورا الصور والدروازة كانت مسكرة خبطت على الدروازة وفتح لها ودب حارس الدروازة ودخلت سبحان الله هذا الأمر صحيح بس مو إلى هذه الدرجة أنا عندي أصى أخذها وياي وأروح الخارور وين قصر السلام أول هذا نسميه خارور كان أول بالمد يدخل الماء للبر في الحسار ينحسر ويرجع أنا أود العصى علشان أقص ارتفاع المياه وأجيب العصات معاي ما تمشي وطق المهم شدد عليه فما استطعت إلا سويت له مالة النملة مالة الضرس كنت له حطه في خرم النملة وهو قبل ما يجيني قالوا له هذا سنة الأربعة ثلاثين في الشمال الكويت عين عين بنزين نسميه عين بنزين عين بحر منطقة سمها بحر عين بنزين توهم ينقبون عن النفط وتطلع مواد قالوا له روح هناك واخذ مادة وحطها على قرية النمل وتزول النمل هو جاب وحطها ما زالت يعني عطيت أنا الورقة وحطها في خرم النملة وزالت النملة ما راحت من ورقتي راحت من المواد اللي جابها ولا صبر عليها فراح وقال حق الدوانية بعد أنا ايه والله الدوة ما فاد وانا رحت عقصالها لجيري وعطاني ورقة وحطيت وكذا واشتهرت بها الشيعة هذه أقول لك من الأشياء اللي كنت يعني دخلت فيها قدر أقول شي شمال لكني ما عد بعد مدة عرفت أني أنا كنت على خطأ وأن علم الفلك ليس كما تصورت أنا في الماضي الدرست علم الفلك كل ما شوف كتاب كل ما شوف وأنا أحرص كبير على دراستي في علم الفلك وأتعب لدرجة أني في سنة الأربعينات على زمن حكم الملك فاروق طلعت أنا في الكويت على كتاب اسمه المناهج الحميدية للتقاويم السنوية قرأت الكتاب قرأت الكتاب فهمت منه كثير لكن بقى عليه شي كثير ما فهمته قلت أنا أروح مصر وشوف المؤلف وأسأل عنها ركبت بالكويت السيارة للبصرة من البصرة إلى بغداد بالقطار ومن بغداد إلى الشام شركة نيرين في شركات كانت ضخمة شركة نيرين هذه المواصلات وبعدين بالباخرة من بيروت وبعدين للإسكندرية وبعدين من إسكندرية بالقطار وبعدين من القطار إلى ميدان التحرير وميدان التحرير ركبت باس ومن الباس ركبت سيارة عادية لما انتهت الخط ولما انتهت السيارة العادية ركبتها على الحمير وصرنا نمشي في القيطان على الحمير ونفتش عن الأستاذ عبد الحميد مرسقيث في النخاص شرقية سنة كم هذا الكلام؟ هذا سنة يمكن ستة واربعين أو خمسة واربعين ورحت هناك عند الأستاذ لقيته قد بلغ من الكبر عيتيها عمره ثمانين سنة فحولني على بعض تلامتها في القاهرة وأخذت عنهم بعض الدروس وتكملت ما خفي علي من الكتاب المناهج الحميدية نعم دكتور صالح ذكرت في بداية حديثك بأنك خلط بعض من هذه العلوم ومن هذه العلوم التنجيم هنا ما مصدر وصولك في علم التنجيم؟ هل بلغت مثلا مرحلة في علم التنجيم؟ هل تنبئ بالتنجيم؟ لا أنا في الحقيقة كنت أخلط فظنت أن علم التنجيم علم فلك لكن بعدين اتضح لي أن علم الفلك شيء آخر وعلم التنجيم شيء آخر علم الفلك علم متطور أصلا علم الفلك هو وليد علم التنجيم ما كان في علم فلك كان فيه في الدنيا علم تنجيم لأن الإنسان عندما ظهر على الأرض ظهرته السماء وشاف النجوم والشمس والقمر وهذا فظننا أن هذه هي التي تدبر الكون فظهر علم التنجيم بعد ذلك لما نزلت الأديان السماوية عرف الإنسان أن لهذا الكون مدبن وخالق وأن علم التنجيم بقي علم التنجيم يراوح في مكانه ظهر بعد ذلك علم الفلك علم الفلك مثل ما نعرف تطور وأصبح علم من العلوم العريقة التي تخدم الإنسانية وتخدم الزراعة والصناعة والملاحة الجوية وغيرها نعم صحيح لكن بعض الفلكيين أيضا لديهم ميول في علم التنجيم بعض التقاويم أو النتائج يذكرون شيئا من هذا القبيل أنا تركت هذا الشيء لأنني عرفت أنه علم باطل والمنجمون دائما لا يعطوننا النتائج صحيحة يعني أشياء عامة اليوم والله تختلف مع شخص اليوم ستحصل على فلوس عندك واحد مسافر رجع هذه كلها أشياء أنا وأنت حيننا قاعدين نقدر نتنبأ في أشياء كثيرة في الأشياء العامة نتنبأ فيها أما نقوله محمد يموت الساعة ثلاثة واربع دقائق لا ما أحد يقدر يسوي صحيح 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 واكذا المتنجيم أنا أقول نعم المتنجيم أو تأثير الكواكب والشمس والخمر على الأرض أو على الإنسان من ناحية ضعيفة جدا جدا وهو نعرف أننا نحن الخلق نحن البشر خلق وسط نعيش على الأرض الأرض من الأرض فما تحت الأرض تتكون من عبارة عن عناصر والعناصر تتكون من جزئائت جزئائت من ذرات والذرات من كهيربات صغيرة ويدور عليه كهيربات صغيرة من النواة والكهيربات هذا في النزول من الأرض استقود من الأرض نفس الشيء الأرض عبارة عن جزء من اللي نسميه النظام الشمسي أو المجموعة الشمسية اللي هي الشمس وكواكب السيارة اللي دور حوله ومنها الأرض الشمس أيضا جزء من المجرة التبانة اللي إحنا نتبعها عقب التبانة في سداعم وفي مجرات وفي بعدين الجزائر الكونية فكل شيء يمر على هذا النظام سواء في النزول أو في السعود فهو يمر علينا ويؤثر تأثير بسيط جدا بس هذا اللي آخرنا أدركته نعم دكتور صالح يعني الله عز وجل يقول في محكم كتاب العزيز فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم يعني حسب تصوراتكم حسب اطلاعكم في هذا المجال ما الذي قد يكون وراء النجوم المعروف نحن طبعا نتبع درب التبانة المجراتنا نعم المجرات في حالة يعني ابتعات يعني في حالة جفول تجفل نعم هي لا تجفل مثل ما يجفل الطحين أو الحنطة من الرحا هذه الدائرة كذا يبتعد هو يبتعد أو تبتعد المجرات عن بعضها مثل لو أخذنا البلونة التفاخة هذه وضعنا عليها نقاط ونفخناها تبتعد يعني كانوا يظن أن المجرات تبتعد عنها لا هي ما تبتعد عنها نجوز منها ونشاهد كل المجرات تبتعد ونحس بأن المجرات تبتعد فهذا هو ابتعاتها وهذه المواقع البعيدة نعم يقال أن النجوم تعيش تولد وتموت كما الناس الشمس والقمار والأرض كلها تعيش تولد وتعيش وتموت أرضنا التي نحن عليها يعني ولدت وعاشت وهي لا تزال في ريعان شبابها لكنها ستنتهي عليها الحياة بإحداثها الطرق إما أنها تبلغ كخولتها وتموت متطبيعية أو أنها تنتحر أو أنها يعني تموت بطريقة بعمل الإنسان نفسه يعني الإنسان نفسه يعني كيف تموت ميتة طبيعية نحن نتبع الشمس والشمس على مر السنين وملايين السنين تبرد فمعناها لما تبرد الشمس الأرض تبرد وإذا رح تتكون تصير عبارة عن كرة من الثلج فيموت تستحيل لها الأحياء تموت النوع الثاني إنها يبما تموت هذه موتة طبيعية أم تموت فجعة فالشمس مثلها مثل بقية النجوم تغير توازنها بتوازن آخر فالشمس ربما في يوم من الأيام تكبر فجعة فإذا كبرت فجعة معناها أن الكرة الأرضية تحتريق وصد تصبح رماد وصد تصبح دخان وتنتهي عليها الحياة الانتحار كيف يحصل للأرض الانتحار يمكن هو يعني المقبول عند الناس الآن وهو أن الإنسان قاعد يخرب الأرض أولا شي بتخريب البيئة وثانيا يمكن خطأ من العلماء يحصل فينهي الأرض مثلا البحر هذا البحر اللي عندنا لو تصورنا أنه كله بنزين وفيه شخص طفل صغير عند حافة البحر وعنده كبريت كبريت هو يشوف أهلا يطلعون عود للشبريت ويشخط للشبريت ف لو أخطأ الصبي وطلع للشبريت وشخط الشبريت شيصل في الدنيا مدام البحر كله بنزين كلها الدنيا تحترق هكذا يخشى أن العلماء ربما يخطئون فتتوالى الانفجارات على الأرض وتنتهي الأرض في مرة حصلت تجربة عند العلماء قبل أن أقول التجربة معروف أن هناك علم جديد يسمى تقبل أسود في علم الفلك نعم وهو أن المادة تتغلص 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 حجمها يصخر لكن وزنها يبقى مثل ما هو يعني لدرجة أن لو جبنا ميزان حطينا جزء صغير كبر رأس الدبوس من مادة النجم في الميزان لازم نحط عشر تلاف فيل في الكفة الثانية فالعلماء مرة عملوا تجربة أخذوا مادة الأرض وضغطوها ضغطوها حتى صارت ما يسمى بالقزم الأبيض النجوم أحيانا تصير قزم أبيض عندما تنضغط صارت قزم أبيض وبعدين أرادوا أن يعملوها أو يضغطوها لأجل أن تكون ثقب أسود فخافوا من ذلك لأنه إذا صار المادة اللي عندهم صارت ثقب أسود تضرب الكرة الأرضية يمين ويسار تضرب على مركز الكرة الأرضية يمين ويسار يمين ويسار حتى تصير الكرة الأرضية كلها مثل رأس الدبوس لا بل أصغر يعني نقطة هندسية بس فهذه من الأشياء اللي ممكن إنها تحصل للأرض فتنتهي الحياة عليها هذا الموضوع يعني طويل واريد واريد ووطيل فيه دكتور صالح حقيقة في بداية الحديث تحدثت عن بعض المعتقده الناس من أهل الكويت قديما حولك ولكنك في إحدى اللقاءات ذكرت بأنك لست بعيدا عن الاتهامات بالتعامل مع الجن فما مصدر ذلك وما صح ذلك الصحيح أني أنا ما أتعامل مع الجن نعم وهذا اتهم خاطئ كل ما أنا يعني ما رست في علم التنجيم هو الذي ذكرت لك نعم أما أني تعامل مع الجن أو قنم فهذا قول خطأ نعم لكن الدارسين للكتب القديمة أنا أدرس الكتب وأشوف كيف يعملون المنجمين لكن أنا أعتقد بقرار نفسي أن هذا علم باطل ولا يستحق أن يمارس ولا أن ينشر بين الناس وحتى في صباك ألم تحاول ذلك من باب الانطرح أنا في طريقي في علم فلك مريت على طرق في اليمين وشيء في اليسار وأخذت منها بعضا منها وكونت نديحة حصيلة لا بؤيسة بها لكن أنا من الآن أعتقد بأن علم التنجيم من علوم الخاطئة التي لا يجب أن تقاوم ولا يجب أن تنشر ولا يأخذ ولا يأخذ لها بال إلا من كان متمكنا منها مثلا لا يوجد هناك أحد متمكن من علم التنجيم هذا قول خاطئ أنا هذا ما اعتقادي نعم نعم بودي أن أتعرف على أصدقائك الذين زملوك في في فترة تعلمك ودراستك للفلك هل هناك من أهل الكويت من أحب هذا العلم وعيشه معك والله الحمد لله في شباب كثيرون الآن في 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 نادي العلمي الآن موجودين يدرسون الفلك طبل ذلك أيام زمان أيام زمان ما كان يعني في هناك اهتمام بعلم الفلك وعلم الفلك مع الأسف من العلوم اللي عندنا في البلاد العربية لا نلقي لها اهتمام بالغ نعم بس يعني في من زملائي القدامة مثل عبد العزيز الغربالي مثل يعني محتكوا في إسلامها جرى الله احتكوا فيني فأخذوا شيئا من المعلومات اللي كنت أجربها وأدب لحضارها صعر ليل السهر والمعنى جرين صعر ليل السهر والمعنى جرين مقويت الصبور في غياب الملئ أنا مقويت الصبور في غياب الملئ صعر ليل السهر والمعنى جرين مقويت الصبور في غياب الملئ مقويت الصبور في غياب الملئ اتحرى خبر وارجي الله يعود اذا شفت حضار بك يوم السعود في يوم السعود اتحرى خبر وارجي الله يعود إذا شفت حضار بك يوم السعود بك يوم السعود صعر ليل السهر والمعنى جرين صعر ليل السهر والمعنى جرين مقويت الصبور في غياب الملئ مقويت الصبور ومقويت الصبور ومقويت الصبور عشوود مقويت الصبور تسلكن شن خدا كومر والجبين النهار في عيون حوار خلت العقل طار في عيون حوار خلت العقل طار شن خدا كومر والجبين النهار شن خدا كومر والجبين النهار في عيون حوار خلت العقل طار طار الليل السهر والمعنجه طار الليل السهر والمعنجه دكتور صالح بودي أن أتعرف يعني ألم تكن ثمت هوايات أخرى غير الفلك كانت في حياتك مثلا نعم مرست التمثيل في مستهل حياتي تمثيل والسبب أن والدتي توفيت وأنا عمر 12 سنة نعم والدي كان يشتغل في البلدية الصباح والمساء وفي الليل كان مسؤول عن ختم الدبايح في المقصد يكشف على الدبايح ويختمها نعم الصالحة للاستعمال فوجدت نفسي مسؤولا عن عائل عن تربية إخواني إخوتي الأربعة غيري أنا أربعة وعن طبخ في البيت الغداء وعن الدراسة في المدرسة وعن حلب الغنم حليب كان حليب كان حليب من الغنم نعم صحيح وعن أشياء كثيرة في البيت هذا الشيء أو هذه الأشياء أو هذه الأمور أو هذه التكاليف منعتني من اللعب مع غراني في الشارع ما لعبت أنا في الشارع مع غراني لأنه صرت أنا مسؤول عن عائلة هذا الأمر جعلني أشاغب في المدرسة في المدرسة في الصبب فصرت مشاعقب في المدرسة واشتهرت في المدرسة في الشغب في الصبب وبعدين في المدرسة كلها كنت أتفنن في الشغب وأدّلهم على طرق للشغب يعني من بينها مثلا الطنين يقول пENE المدرس ما يدري لا إكتشف مثلا عنها لا أعتمد وهكذا هذا الشيء قدنا إلى التمثيل في مسرحيات المدرسة ومسرحيات المدرسة قادتني إلى التبذيل على المسرح عموما فأنا مارست التمثيل من سنة 38 إلى سنة 61 ما الدور الذي تذكر أنك كثير من المسرحيات يعني إسلام عمار كان في مباركية ووفاء وحضة كسر الصخر ويعني فيه أشياء كثيرة لكن أنا كنت في لي شطحات في التمثيل التمثيل ما كان بثلنا الآن فيه نص لا يقول حق الشخص أنت مدير وأنت فراج وأنت مرأة بس كل واحد يقول الليلة يقولون شيء يعني ممكتوب النص ارتجال نعم ارتجال والناس يتقبلون هذا لأنه ما شافوا شيء ما شافوا تمثيل ما شافوا سينمات ما راحوا بره في الخارج فلما صير ليلة التمثيل الناس يعني يحضرون بكثافة ويدفعون جور مجزية علشان يشوفون التمثيل وأقل شيء يضحكهم أقل شيء يعني لو دخلنا الصخلة في المسرح متوم من الضحك ولو بالة الصخلة على المسرح يمكن يبورونهم على خراسيهم من من شدة الضحك أنا من بين الأشياء الحركات اللي أسويها أني أسلم على الواحد شديه وسوي شديه شني ببوس أيدي وهو يفتكر يسحب يدي بيسحب يدي يفتكر أنا ببوس أيدي لا أنا ببوس أيدي أنا نفسي أسوي شيء سلام هيك مشاغبات من بين الأشياء اللي أسويها أني قلت مرة قال إيش غداكم قلت والله خبز وثلج خبز وثلج كان أول الثلج موجود مو حي مثل برادات يعني قطع ثلج يخبز وثلج من النهار من باشر الناس صار كل واحد يسأل رفيجة إيش غداكم يقول خبز وثلج يعني الناس يتعلقون في تمثيليات في الماضي ويحبونها وأنا من النوع اللي أقدر أدش الأماكن الممنوعة الدخول فيها كيف عندي طرق أول شيء أدش أطلع وقري يقول لي هذا اللي عند البابش ليش داش أقول لي لا أنا شوفني طالع أنا ما ندع شوف ويهم شو مجابل مني يضحك وخليني أدش بالطرافة أي بالطرافة شيء ثاني مرة أنا في جوازات جان يعطوني معاملة قال أروح الصندوق ادفع الرسوم يوم رحت وقال الله طابور كبير من الناس عند الصندوق وشرطي عند الباب أنا مستعجل شونه دي الشهي أنا لو أروح للشرطة بيقول لي لا روح هناك أخذ دورك ولو أقول للناس خلوني أنا نتسمع بيقولون لا الشرطة شونه أسوي عند الشان لازم بدش جان أقوم أخذ الأوراق اللي عندي وروح منها شوية وطل خردة ربع دينار وماذا شنه فلوس شوية وإي عندي الشرطي جان أقول له أعطاني زود أعطاني زود أعطاني زود جان أخذني ويرني ودخلني حسب الصندوق أنا داش بالأول وأن الصندوق غلطان ومعطيني فلوس زيادة فيرني ادخلني داخل وعطيت وتسويت عدم عاملتي مرة أنا عندي شركة وفيها عمال هذا من زمان الستينات ووزارة الشؤون طلعت قرار أن كل واحد في الكويت غير الكويتي لازم يراجع الشؤون وخلط لهم مراكز أنا منطقتي اللي اللي أتبعها عمالي شامية فقاموا يعطوني الناس اللي عنده إقامة يعطونا كرت أخضر واللي ما عنده إقامة يعطونا كرت أحمر فكل عمال الكويت كل الناس الغير الكويتين راحوا أنا خدت جوازات عمالي ورحت حد منطقة الشامية وقال الساحة متروسة ناس واللي عمال وحماميل وماذا منهم ولا شرطة عندهم أصي وطبقون الناس يرمون الناس لتنظيم الناس تنظيم تنظيم هم يطبقونهم سسمة صف عدل نعم شون أنا بدش بدخل جوازاتي أسويها والساحة متروسة ناس والشرطة جان أقوم وروح دبت السيارة ولا عندي تقاويم رزنامات شان أحط واحد وفض هذا وي بجدي وي صغب الشرطة افتكروا نياي بقى حق المكتب نعم شان يقول وخر 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 وخليت الرزنامات محطوطين بالدري وروح سويت معاملتي وخلصوا وطلعت من له حي لخ يحتل مرة صالح كنت أنا أشتغل في دائرة اسمها أملاك الحكومة غير أملاك الدولة هذه لتقت من الزمان كان مدير عبد العزيز الدوسري ونايب المدير رحمة الله عليه صالح عبد الملك صالح عبد الملك صار وزير مواصلات تلفونات فرحت ببارك له أنا في السابق أبدا ما قال بس عقال نسف قطر تي 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 وامشي حتى عبدالله السالم رحمة الله عليه أشيخ عبدالله السالم كان يرسل عليه عشان الحسابات تشتريه والنجوم واربع وديش تشتري ما حد يقول لي رحت أبارك حق صالح عبد الملك يوم رحت بدش عليه كان يقول لي الفراشد عن الباب وضعي كنت بيشوف الوزير كان يقول لا روح أول مدير المكتب ويخذ إذن وهو يدخلك رحت حق مدير المكتب ودخل مني صار معنى كباركت له خلصت يوم صار منبشر جنبهم والبسعقال وبيشت وي مرة تعالي ييت بدش على الوزير الفراشد ما قال لي لا روح حق مدير المكتب الباب هذا مثل لي سوي شي تك تاك تك تاك بطل للباب ويقول صالح قال هذا بعد ريال شديد بيشت ويقول صالح هذا من هو هذا فوضل الوزير قلت والله نادر الفراش قبل لأدش قلت لأزين أنا الحين العقال والبشت يدشون داخل تسمح لهم أنا أروح لمدير المكتب ولا عدش وياهم كان يقول ها فتح عجة ما يعرف كان عدش داخل قال صالح عبد الملك رحمة الله عليه عنده مال مجلس الأمة الطويل مال يهرأ عبد الله عبد الله رحمة الله عليه وعنده الكلب وكيل وكيل الوزارة الكلب وقاعدين كان يقول ونادوا الفراش ونادوا الفراش ونادوا الفراش ونادوا الفراش ونقول لهم هذا الأمستري واليوم وشيشك وحكوا عليه جوية وخال الله نعم ناديش كما جسم يعني على ذكر أيام الشغب والمشاربات في المدرسة أما وقعت لك حادثة وقعت لي حوادث كثيرة لكن بذكر واحدة منهم كمثال سمعت عن المدرس وقع الذي كانت له سلم كالله احنا جتنا بعثة فلسطينية أربع مدرسين فلسطينيين نعم في التلاثينات مولا بالأربعينات في التلاثينات ويدرسون من بينهم واحد اسمه أحمد أحمد شاهبدين أحمد شاهبدين وهم بارا أحمد شاهبدين وأحمد محمد المغربي وجابر حديد وخميس لجم أحمد شاهبدين مدير المدرسة المباركية وانا اسمه المدرسة المباركية في آخر ويدرس أحيانا ياخذ حصصه بعد ممكن للمدير حصصه من حصصه في آخر السنة أراد أنه يكرمنا ويبلونا شاي نشرب شاي على حسابه فيه واحد اسمه محمد سعيد عراقي أصلا عراقي كويتي بس أصلا عراقي من المدرسين لا يسوي شاي بالسوق عند مدير 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 يسوي شاي ويوزع على السوق يبيع على السوق ويبيع على المباركية اسمه محمد سعيد هذا من آته إذا واحد شافه وقال له وقع يحط الصينية ويركد وراه ويحطفه بالصخر فأحمد شهابدين لما قال حاج محمد من سيار رحي بالشاي من محمد سعيد قال ها لا تقولون لو وقع ولا شي بعد تبلشون ويا قلنا لا ما نقول له راح ويا بالصينية توداش محمد سعيد بالشاي شان أقول أستاذ شون أعرف أنا هذا البيت شان يقول أي بيت شان قلت ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع شان كون صينية ما قطع عليه قطع على أحمد شهابدين وكان يصير خرج وما رجع من صيد وكان يركض بالحوش وبقية صحوف لما شاف الركض بعض اطلع وكان ما يركضون وهو ما قال له ما قال ما يلتج له إلا رحمة الله عليه السيد عمر عاصم الأزميري هو مدرس القرآن يلبس قفطان فقدش في جبطان السيد عمر وفتك شو دكتور صالح متى قدمت أول رزنامة لأهل الكويت قدمت أول مرة سويت في الثلاثينات قبيل الحرب العالمية الثانية سويت وراج وراج ومعه ماشي اسمه قدمت مرة في الدوانية عنده بوي رياييل وشافوها وقال هو زين وهذا بس مع الأسف إنما ما كوا مطبعة في الكويت عشان مطبعة عشان يقول واحد لا بلى أول هذاك واحد جاب مطبعة في الكويت منهم قلنا أنا شاني يقول هذاك اللي يحشي بالنحوي من وهذا أنا واحد يحشي بالنحوي طبعا ما مطبعة لواحد يتكلم لغة مثقفين يعني هم أنا شاعر ولا أنا عديم ولا شي بس أنا هذا الكلمة أخذتها منه وبس تبعت مدة بعد سنين عرفت إن الشاعر خالد الفرج كل ياب المضموعة نعم فظن صارت كان صحيح بعدين أنا قدمت رزنا كانت أول سنة في ورغة واحدة وكشار بورغة وبعدين صارت ثلاثة من خمسة ورغة سويت وحدة هنا دفتر وده وداني والدي حق مساعد الصالح رحمة الله عليه مساعد مساعد الصالح رحمة الله عليه أفاض علي من فضله شيء الكثير أخذ الرزنامة راحق عبد العزيز علي المطوع أخو عبد الله عبد العزيز يشتغل مع الكويت مع بغداد في التجارة ودها بغداد قالوا 20 دينار منين يب 20 دينار وأنا والدي معاشا 20 ربوية يعني دينار ونص منين يب 20 دينار قالوا مساعد صالح أنا أدفع خمس دنانير رحمة الله عليه هذا الحفاظ الكبير علي كان يقول عبد العزيز علي أنا بعد أدفع خمس دنانير وقع عشر دنانير وراحوا ودوها حق دائرة المعارف قالوا لازم تشجعون الأشياء هذي كان يقول دائرة المعارف عندنا ندفع خمس دنانير وقع خمسة وقع خمسة ماكو حق ماتت وقفت على خمسة بعدين بعدين أنا صار عندي فلوس شوية ورد واحد من أولادي قصة رزنامة طويلة لكن بس بقولك قصة واحدة منها نعم تصدر بعد تصدر واحد من أولادي يقول يبقى جان يقول أشوف كل ما واحد يسوي لك شيء وقولك زي كله تعطي تقول هذي كراميا هذي بخشيش هذي وايد كأنك تبالغ قلت إيه والله مرت علي في حياتي غصة خلتني أعتقد إنه كله لازم واحد يتبع فلوسي الله يمشي شكرا شلون طبعت الرزنامة وديتها بغداد سنة يمكن ستة واربعين شان يقولون ماكو في بغداد يطبع رزنامات إلا مطبعة واحدة يسمها مطبعة السوريان يملكونها يهود لم يطبعها عندهم ايه جان دزول يخبر جالوا يقولون ترى ماكو طبع على ورق أبيض ورق الأبيض ممنوع إخراجه من العراق لأن وزارة التموين تمنعه يبون حالشان صحفهم حالشان بادرهم ممنوع إخراج ورق الأبيض يطبع عليك على ورق ملون مثل ما الطيارة هاد قلت ما يخالف طبعوا لي على ورق ملون ايه أقوم أخلصه وشان يقولون ترى بعد وزارة التموين الآن امنعت قلت لهم ييوبوه عند أنا كنت اشتكلم عند علي قبل ذات نحمد الله عليه وكنا نتعامل مع يهودي في البصرة اسمه رحمين ساسون قلت لهم ييوبو الرزامات ودوهم عند رحمين ساسون في البصرة علشان صير قريبة من عندنا نعم وصيت واحد في البصرة يدزليها رزم رزم بالبريد دزلت رزم رزبتين ترات اللي قالوا لا ما يصير ترى الورق من النوع تصدير نسبح نالك جوية تميت ما يساوي جان يقوم علي قبل زر جان يقول إي لقين طريقة أحمد العبد اللطيف الحمد رحمة الله عليه لهم معاملة مع العراق وأبوهم تروح وتمر وتمر روح قال لي مر بقوم أنا وانت نقول له يوم مر السلام عليكم عليكم السلام روح أنا جان يقول له هذا صالح من هو صالح لأي صويلح قل لأي أنا خاب لك على شد وبوك الشيء الكثير صغير لأ كبرت زوز كنت المسألة كذا كذلك كان يقول بسيطة نيبة في بوم الحنطة لما نيبة عاد أحمد العبد الحمد الله متى يذكر النامة ومتى يبها بالحنطة طح برويح الآن يبت تقويم مصر وعدت أنا أني طبعت سلسلسل فقام ما يب من مصر اعتمد على تقويم أنا اللي باي نعم ندور نطلع لكي كان يكون يروح يشتكي عنده أبو قال صالح وهقني والدك ما يبت أن تقويم مصر على أساس أنه يعطيني تقويم طبعات مغداد ووالدي يعرف أني أجلس أنا صديق لأولاد ياسين غراب لي أجلس بالليل عندهم يعني بالليل هناك كان يقول لكي برويح مشتكي عليك يقول كذا كذا وهكته يقول ياسين غراب لي ليش ما قلت لي قلت كل يلا قاعد ينسؤل في القصة هذا يقول عبد عزيز صديقي صديق العمر رحمة الله عليه رحمة الله تعال بصالح أطني ميت ربو يقول لا أبن خضر خضط أبو أمي خضر قطع واحدة رحوا يابوي البيت ويعطيني ميت ربو خضر وحط عبد عزيز بجيبة قال يروح عبد الله طيب حمرة عند سيارة يكد العراق والكويت تكد العراق والكويت سيارة رحوا حق عبد الله بالحمرة يقول يسلم عليك أبو ياسين يقول المسألة كذا كذا ويجيب الرزم الموجودة في البصرة ويابوها رحنا نويا طقينا عن عبد العزيز عبد اللطيف عمر متل عليه يقول عبد العزيز كذا وكذا وكذا يقول والله تعرفون هنشي ممنوع ما نقدر وما نشي سوي ولا أقدر واسمحولي أنخزان عبد العزيز يعني طلع الفلوس شان يطلع النوت شان يقول بعض هنشي نسوي أنا أقدر أتعذر ياسين عمي ياسين ما أقدر أتعذى هاتو هاتو أنا حاول إن شاء الله أعطي هذي بخاشيش حق اللي يبون والله ويبهى واحد من الركاب قال لي أنه لما أسأله في القمار هذا شن هو شن يقول هذا البريد ما أسأله بخاشيش ولا شي يابا عاد هذي صارت عندي مثل عقدة ما أسوي شي إلا بفلوس وتمشي المسألة تمشي المسألة ما أشي أسوي قصة الرزنامة طويلة لكن فيها معاناة من أجل تحديد شيء في صالح الناس الحقيقة كان تقويم أيضا يضم التوقيت العربي كيف يحسب التوقيت العربي؟ كانت أول ساعاتنا عربية في الرزنامة كل المواقعات عربية الآن لا تستخدم الساعات عربية؟ بعدين حين يستحمل التقويم الفرنجي اللي هو الزوالي فإذا أنت تريد مثلا تريد تعرف الساعة عربية تطبط على مغيب الشمس صارت من مغيب الشمس ركبناها سوينا 12 وتمشي إليه بكرة إذن هي متحركة لكن بين غروب الشمس اليوم وغروب بكرة مو 24 ساعة لذلك أحيانا تتأخر ساعات وأحيانا تقدم يدي رحمة الله عليها وبأمه يقول لي الساعة هالي تقدم بالقيض ترتخد أدواتها فتتأخر وبالشتة تنشد وتجد لا مو من سبب سبب الفصل نعم صحيح مو من الآلة فكانت تجارة رابحة تصليح الساعة جدمون واخرون جدمون واخرون جدمون واخرون وكانت تصليح الساعة منتشر في الكوين فتركوها بغية التوفيق عاد الناس صاروا بالفرنجيلي لأن صار لنا اتصال بالخارج ونتعامل مع الناس برا فتريد يعني شون نحول نعم نشوف المغرب بالفرنجي كم هذا لأن اليوم الساعة ستة وستة وعشرة مثلا نجيب ستة وعشرة نطرحها من 12 يعني ستة وعشرة هي بالفرنجي نبينسويها عربي نخلي نخلي ساعة 12 هي ستة وعشرة وبعدين نمشي نركب نحط ساعتين ساعة بالعربي وساعة بالفرنجي واحدة غروب الشمس ساعة ستة وعشر نخليها 12 واحدة نسويها ستة وعشر يعني في منتصف الليل تصير ساعة ستة عربي ساعة ستة عربي ستة عربي هل اختلف يعني التنبؤ الجوي والفلكي قديما عن الوقت الحالي والله فيه تغيير كثير أول شاء التلوية البيئي والضوئي صار موجود وصرنا حتى طروع الفجر صار فيه اختلاف صار يتأخر ما نشوف كنا نشوف الفجر أول بسهولة ويسر وببتشر نعم أحيانا ما نشوف اللي متأخر بسطة التلوية الضوئي والبيئي والرطوبة كانت عالية عندنا في الماضي جدا لدرجة أننا نمشي على الأرض نشوف مواقع قدامنا الأرض كلها رطبة نشوف مواقع قدامنا وكان فيه غبار كثير يعني أيام البوارح في السنين الأخيرة لا خفت خفت الرطوبة وخفت الرياح البوارح طول ستين سنة ما حاولت أن يكون هناك صف ثاني للدكتور صالح العجيري نعم صف ثاني تعلم منك والله بلى أنا عطيت تروس كثيرة في نادي العلمي وطلاب كثيرين درسوا على يدي ولا زال حماسكين المرصد أنا ما روح المرصد أنا حين بلغت من الكبار يعطي يا مثل ما يقول الله أعطي الصح والآفية واحد ما 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 ينسن ونحن لبعين وحده ولا أسمع لبعين وحده فالشباب هم اللي حماسكين أكتلت العمر إن شاء الله لدينا حالة بنت خالد الجسار هذه درست علم الفلك بالخارج دكتورة في علم الفلك وعندنا عندنا مونة أحمد أنبر ماسكا القبة السماوية وعندنا عبد الوهاب الجاسم من المهتمين بالفلك وعندنا علي حسن وعندنا والله كثيرين شباب لكن يعني ما بلغوا من الشهرة كما بلغت يعني أنا ما أقول لك بصراحة يعني أقولها بصراحة أنا شهرتي أكثر من علمي أنا ما أدري يعني الله سبحانه وتعالى خلق الأرزاق والشهرة والفلوس فعطاني شهرة أكثر مما عندي من علم ولكن يثق الكويتيون بكلامك كثيرا والله تعاييرون وأحيانا حتى تعاييرون يسألون أسئلة غريبة أنا معرض يوميا للأسئلة من خارج الكويت من برة من أوروبا ومن أمريكا ومن شرق الأقصى ومن السعودية ومن البحرين من الكويت كل يوم أنا العزمة جاو من بين الأسئلة دكتور صالح يعني الحديث معك شائق وجميل سنرجع مثل هذا الحديث سنرجع على الأسئلة الحديث عن الأسئلة الغريبة إلى الحلقة المقبلة بمشيئة الله لذلك نقول لا نقول وداعا بل إلى لقاء قريب إن شاء الله مع الدكتور صالح لجيري في الجزء الثاني من حصاد الأيام فكونوا معنا ونلقاكم بمشيئة الله على خير شكرا أشكر عنايتكم وفقكم والله إن شاء الله دائما إلى أنبل المقاصد اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى